دلوقتي انا دخلت بالسطوانات تعتدي من البوت اللي من بري الجهاز الكمبيوتر تمام طلعت بري لبوت عشان خاطر ايضا لزي الواحد بيعمل سطوانة البوت يعني تمام عندي مسلا ايه ايYE اه هنقولك مسلا انسخ السطوانت ويندوز. اه ع الفلاشة وخله لاتبوت من الفلاشة وكلام ده كله. لا انا ايزهاها تتعدى انت وكون اللي ده وتبقى طبعا متطور جدا انك مش على قد السطوانة ويندوز وبس تنزل. اقول لأ ده انت هتنزل حاجات كتير جدا. انا عارف العشاء. هوريك اوه. خلينا نشوف مسلا ملفات البوت. ملفات البوت بتاعتنا عبارة عن ايه ملفات البوت العادي بتاعنا? اه لو قلنا هنا البوت فايلز. الايفي بوت فايلز? مسلا. شايفين له ايه? الايفي بوت فايلز? هو ده اللي هو الايفي بوت فايلز. اللي هو اللي بيحمل ايفي. تمام? هنقل كابي. تمام? هنقل ده الايفي بوت فايلز? هحط الفايلز ده عشان خاطر تبقى موجودة عندي. للزمن. عن الفلاشة. هنسخها زي كده. وانسخ على الفلاشة وهم حاطط الايفي بوت فايلز. مش هياخدوا حاجة خالص طبعا في النسخ زي انتوا شايفين. بسرعة جدا جدا جدا. بس كده. طب الفلاشة دي لو جدت بوت الوقت تاني. هنقدر نبوت منها. هنشوف. هنقول لهم لا من الهارد. انهي هارد لو الفلاشة الفيندور ده. ونقول له خلينا الانرمات واحد جيجي ولا حاجة. عشان خاطر تبقى العملية. فيه ساعة من اثناء تشغيل البوت يعني بتاع الفلاشة. قال لك البوت هاردسك درايف قال لك نوبوت ديفايس. مش عارف في بوت من الفلاشة. ازا البوت بتاع الفلاشة مش مزبوط. هصبت بوت الفلاشة ازاي? هاجي هنا على حاجة اسمها برنامج اسمه البوت ايس. هقول له على الفلاشة. شوف الان بي ار بتاعها. الان بي ار انا عايزه مسلا يبقى اجرب فور دوس. زي ما وردتكم في في الشاشة الحامرة بتاعة البوت قبل كده. هو ده اللي انا بختاره. يعني ما اجربته? لا اي ما اجرب فور دوس اللي هو ده. فور. وهم قيل له كونفيج. على الفلاشة او سيف. وبس مش محتاج اقتر من كده. قال لي هو سكسسفولي ويقول له اوكي. تمام? لازم اضغط مرة تانية. سيف تو ديسك. سيف تو ديسك. وكلوز. او اعمل مرة تانية. هتاكد ان هجرب فور دوس. واعمل مرة تانية. واقول له سيف تو ديسك. يعني خلاص. انا كده زرعت في الفلاشة خاصية البوت. خلاص? ازا بقى ارمي بقى على الفلاشة ايه? ملفين او ملف تلت ملفات بالضبط اللي هورهو لكم. ملفات البوت عشان خطر يعمل بوت بنفس البوت للشاشة الحامرة اللي انا ورتها لكم قبل كده. هنروح نجيبها من من السي. شوفوا ركزوا كده معايا. هنجيب حاجة اسمها الجي ار ال دي ار ده. والخلفية بتاعته اللي هي الايدو جراف. الايدو جراف اللي هي. فين فين? ده اسمه ده اللي هو ملف البوت اللي هيعمل بوت. بس هيعمل بوت وهيروح فين بقى? هيروح يفتح حاجة اسمها المينيو لست. مينيو دوت لست. اللي هي دي. يبقى ده وده. وانسخ معهم كمان الحاجة تالتة. هنسخها طبعا. اللي هي المينيو لست والجي ار ال دي ار. مع عامل الخلفية اللي هي الاسمها ايديو جراف. ايديو جراف. هندور على الخلفية الاسمها ايديو جراف عشان خاطر. نشوفها. فين 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 ايه 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 الايديو جراف هتلاقيها هنا اهي. تمام? يبقى كده التلاتة دول. شايفين التلاتة دول? هنسخم على الفلاشة. الفلاشة ايه? ازا البوت ده كله اللي كان قبل كده ما عادش يلزمني. ما عادش يلزمني الملفات البوت اللي هي من قبل كده. انت متأكد اقول الله او متأكد? يلا. انا عايز ملفات البوت لهم التلاتة دول. التلاتة دول فيهم مزات عظيمة جدا جدا عشان خطرت لما تجي تبوت من الفلاش. طيب. انا كده زرعت ملفات البوت. طيب هل اديت لفلاش خاصية البوت? اه. من شوية لما شغلت لك البوت ايس. ده او ده الاتنين واحد. وقلت له. ادي الان بي ار. وقلت لك اختار جرب دوس وانستول. واوكي واوكي. كده خلاص. الفلاش هتنسخ لها حبة ملفات صغيرة. ما اخدتش سواني. كده طيب عايز اختبر البوت بتاع الفلاشة. هعمل وقول له اختبر برضو اللي هو عبارة عن بتاع اللي هي الفلاشة. اقول له اختبر كده. ايه اللي انتم ملاحظينه? لسه نفتح بس الشاشة كده ونبص عليها كده عشان خطر نشوف. ماشي ازاي العملية? ايه رأيكم? في لحظة. لحظة حولت الفلاشة الى بوتاو. تمام? عملت بوتاو بالشاشة الحمراء نفسها بتاعتها بالزبط. خدت نسخة نسخة زي ما انتم شوفت جده خدتها نسخة من الهرض وعملتها هنا. طب هل هي تفتح اللي على الارض? او لان دي مبرمجة انها تفتح من الارض. طب فين البرمجة بتاعتها او فين السطور سطور الاوامر بتاعتها اللي بتخلات برمج من على الهرض? او تروح تاخد الملفات بتاعتها من الهرض. هقول لك. هقول لك ده بقى اللي احنا هنتكلم فيه الوقتي. الموضوع ده اللي احنا نتكلم في عنه الوقتي. وازاي باوت ايزو. انا مسلا استوانت الصيانة اللي انا مشغلها دي. اخد بالكم. استوانت الصيانة اللي انا مشغلها دي. مشغل استوانت صيانة هو. دي انا ممكن اشغالها من الفلاشة اللي انا عملتها الوقتي دي. اللي انا ساختلها ملفات البوت وبتعمل بوت الوقتي. طيب الاستوانة بتاعتي اللي انا مشغلها هي خمسمية تلاتة وتلاتين. هنسخها كده. هدور على الايزو بتاعي هنا. اللي هي الايزو بتاعي اللي هي تست خمسمائة تراتة وتتين. هدور عليها وخلاص. تست. خمسمائة هلا اسمها تست اي وحي خمسمائة تلاتة وعشرين. خمسمائة تلاتة وعشرين. هنسخ كده. هقول البحث شكرا خلاص. وصلت لنا عايزو. اهو كابي. هعمل كابي وانسخ على الفلاش. لقيتها طولت. هعمل للفيديو لحد ما يخلص النسخ بتاعه. هيطول اهو مسلا. ماشي? هعمل للفيديو عشان خاطر ما يطول شي معنا. زي ما انتم شايفين كده. نسخت الاستوان اهو. يبقى اصبحت الاستوان على التارتة ملفات اللي هما الصغيرين دول. ونسخت استوانة صيانة كاملة. تشتغل من على البوت. طيب ورنا كده. ورنا كده يا باشا. ورنا كده اشتغل مع البوت ازاي او لا اختبر البوت. البوت بتاع الفلاشة. هيعمل اللي بوت اهو. ويدخل طبعا على الشاشة الحمرة اللي احنا تعودنا نشوفها دايما. شاشة الدراجون. شاشة التنين دي. دي الشاشة الحامرة دي. تمام? خلاص? عمل اللي اهو. تفن الاستوانة اللي انا رميتها هاتبوت ازاي ولا هتبقى ازاي? هقول لك اهو انزل تحت كده على كلمة تست خمسمة تلاتة وعشرين. وانتر. شوف بقى الدنيا. لاحز كده وشوف كده روعة الموضوع. الايزو اللي انت رميتها. اللي انت اللي انا بقول لك انت هتعملها داونلود من على الفيديو اللي انا عملته قبل كده اللي هو بتاع تجديد البوت. هو معامل انتر. زرط لك القائمة دي او معامل انتر. زرط لك كمان قائمة تانية سودة او معامل انتر. ولا حد ما تدخل على الصينة بتاعتك. الصينة الصينة اللي نعملها. في منتهى الرواع والجمال. عارفين بعد ما هتحمل? عشان خاطر تبقى انت عارف بقى هتلاقي حملت الصينة اللي انت شايفها قدامك دي. الصينة هي دي اللي انا فتحها الوقت دي. اللي انا بشغل من عليها. يعني الوقت بشغل هو الكامتاجة والحاجات دي. عملتها طبعا على الويندوز اكسي بي والمهم عدلت فيها بحيث بحيث نقدر اشغل الريكوردنج زي ما انتم شايفين هون من فوق الويندوز لايف نفسه. يعني ممكن اخد نسخة الكامتاجة اللي هو الريكوردنج دي بكل ملفاته النقصة وكل حاجة وهم اخدها معايا على نفس الفلاشة اللي قدامكم دي. وقدر اسجل بها فيديو في اي مكان من الويندوز لايف نفسه. وانا بشرح لك ازاي نستخدم الملفات دي. لان هناخد موال كبير خلص عشان خطر افاهمك ايه اللي في الاسطونة دي. ونقدر نعمل بها ايه. تمام? فشايفين الدنيا سهل ازاي? خلاص? يعرفت ازاي تعمل بوت من الايزو? طيب. هنقول مسلا انا عايز اسطونة تكلمتنا هانية قبل كده على حتة اسطونة الجوست. هقول لك ايوة طبعا تكلمتك على اسطونة الجوست. طب هي فين? اجيبها لك واي باشا حاضر. اهو الايزوز بتاعتي. هتلاقي في حاجة هنا اسمها جوست. جي. اضغط جي عشان يوصل للحاجة اللي اهي. اسطونة جوست اهو. طب هل دي لو رميتها على الفلاشة في البوت قدر باوت منها اقول لك اهو يا باشا. يا باشا انا بديك المعلومة على طبق من فضة. الجوست يا مفروض يتنسخ في ثانية. ما ياخدش حاجة. ما تكسفنيش بقى قدام الناس. تمام برافو. الجوست انا رميت الايزو كلا. الاستوانة كاملة رميتها على البوت. طيب هنعمل البوت منها? تبقى اختبر البوت في استوانت الصيانة. دي اختبار البوت. هعمل اختبار البوت للفلاشة بتاعتي. هل هتبوت? كالعادة. هتجيب لي القايمة الحمرة. انا مجهز لك كل حاجة يا باشا وبص. والله هنعمل مجهود جبر في الكل اللي انت شايفه قدامك ده. وان اوصل لك المعلومة على طبق من فضة زي ما انت شايف. فين الجوست? اهو. استوانت تبقى اشغل كده من البوت. انتر. ها? الا انا محتاج بس ملف اسمه والميم ديسك والكلام ده كله. بمنتهى السهولة. طب انا عايز في نسخة تانية للجوست اقدر اشغلها من غير ما يفتح معايا الحاجات دي. اشوف كده نسخة تانية. هو معتمد على ملف من اللفات البوت عشان خاطر يشغل الجوست. تمام? آآ متبرمج ان هو يشتغل من بس هو مفروض يشتغل على طول من الخلفية مش محتاج اي حاجة تانية. تمام? ليه بقى? لان سطور الاوامر بتقول له روح يا بشا على الملف اللي هو شاور عليه. وقال انا عايز اجيبه من الحتة الفلانية. ده مكتوب في سطر الاوامر. طب فيه سطر الاوامر ده? خليك معايا ركز معايا. نقفل بقى البوت. ونروح بقى نشتغل الشغل العالي اللي انا عايز اقول له اشتغل معكم من زمان. اجعل فلاشة. اخش على المينيولست. افتحها بالنوت باد. تمام? فتحتها بالنوت باد. اذا عايز اشوف بقى السطور بتاعت الجوست. تمام? هي كاتف اللي قيمة اسمها جوست. افضل انزل بالسطور هتلاقي كلمة جوست جوست. اممكن نبحث عنها على طول كنترول اف اده الجوست او يا باشا. هو ده الجوست. ملفات الاوامر بتاعتها بتقول له فايند ستروت اجنور الفلوبيز واجنور الكيرنل. شايف الكيرنل دي? السطر ده انا لو شيلته او حطيت قبله كلمة هاش. شباك بس قبلها عشان نلغي تأثير السطر. يبقى انا كل اللي انا عايزة الجوست والماب على طوله وحمل على طول يا باشا. بقول له سيف على كده. وشكرا. وكده خلاص الجوست يا باشا هيحمل اكيد. او لك ان شاء الله هيحمل. اعمل بتاعك. اعمل البوت بتاعك اهو. واعمل انتر. خش على قائمة البوت بتاعتك. يلا. انا قائمة البوت. روح على الجوست اللي احنا شغلناه من شواء ما اشتغلش. لاحظته? في لحظة. في ثانية. في منت. جاستا ساكن. جاستا كليك افا فينجر اشتغل معك على طوله. عرفته? وتشتغل من البوت على طول. عارف يعني ايه من البوت? يعني على الجوست. وتبدأ بقى تسحب نسخة او تاخد نسخة احتياطية من الويندوز اللي عندك على الجهاز. وهكزا. تمام? ازا الدنيا سهلة ولا لا. شفته? هاني بالذات. تسمع منه الحاجة? هتاخدها خلاصة. خلاصة. مفيش فيها اي لف ولا دواران ولا لعب ولا برامج ولا كلام من ده. بس شغل البرامج عشان تديني بس خاصية البوت. اما بعد كده اللعب كله في ايدك. انت اللي بتعدل وتدخل في القائمة تعدل البوت وتعدل كمان وتدي ايزوهات جديدة. ممكن تحط ايزو كامل لاي استوانة في الدنيا. حتى استوانة الويندوز نفسها. ترمل ايزو كامل في البوت وقام دخل معدل على القائمة. ازاي هعدل على القائمة? هوريك اوه ازاي نعدل. ان انت شفت المينيو لست هي اللي انا فتحتها واوبن وزن وتبادل اللي انا ضفتها للقائمة دي. تمام? ادخل. هتضيف استوانة ويندوز. طب استوانة ويندوز يا باشا انا هنضيفها ازاي? انت تقول لي يعني احنا هنضيف ويندوز ازاي او هيشتغل ازاي من البوت. هقول لك حاجة على استوانة الجست. مش هي استوانة زي اي استوانة? والجست اشتغل عطول ما عادة بس السطر ده لغينة. خلاص. هاخد نفس الاستوانة نفسها. شايفين? تحت في حاجة اسمها استوانة السيرجي. يعني استوانة السيرجي اللي هي بتاعة البوت. شايفين السطر اللي هو بتاع الجست? هاخد نسخة من السطور دي كلها من اول كلمة تايتل. لحد هنا. هعمل كابي. كنترول سي. واجه هنا في النهاية. انتر انتر. واو عمل سطر. ماشي? وام ادخل ال البيست. اعمل لسق. انا كده عملت نسخة من نفس الشوية اللي فوق دول اللي بيحملوا underscore. بس هكتب عليها بدلا ما هكتب عليها. هكتب عليها استوانة ايه? يعني العنوان بتاع اللي استوانة اللي هيتجلي في البوت برة. هكتب عليها واستوانة انستوانة انستوانة انستول يعني آآ حمل حمل ويندوز يعني سطب يعني سطب ويندوز انستول ويندوز سبن. بس. طيب هيفتح الايزو هيا الايزو الايزو هيكون اسمها ايه? سمي انت بقى الايزو بتاع الويندوز سيفن مسلا دابليو سيفن زي ما انا بعمل. دابليو سيفن. ماشي او دابليو سيفن اكسر اربعة وستين. واعمل هنا برضو تاني اعدل على دي. اسميها دابليو سيفن. ومعمل شكرا على كده. الوقت لو حطت اي سطوانة اسمها هتحمل. خلي بالك انا هعمل خدعة صغيرة. ماشي? بس هي طبعا ايه? ملاش? هعتبر الجسد دي نفسها. هاخد منها نسخة زي ما انت شايف كده. ضغطت على الانتر وعملت شدة كده بايدي. شدت انا. فعملت كابي. هسمي الكابي دي ويندوز سيفن. انا بس بقى اقول لك انا مش بدل منسخ اخصونت الويندوز سيفن وتاخد وقت. انا عملت نسخة من الويندوز جسد الصغيرة دي. وسميتها دابليو سيفن. ليه? عشان ابرمجها ان هي تمشي زي المينيو لست اللي انا فتحتها الوقت دي وعدلت على القائمة بتاعة الجسد. سطور الجسد اللي انا اخدتها. فين سطور الجسد? اهو. انا كتبت اهو. في حاجة اسمها انستول ويندوز سيفن دي اللي انا عاملها الوقت من شوية. اديت ان انستول ويندوز سيفن. وقلت له دور على الايزو اللي اسمها دابليو سيفن. انا بديك على سبيل المسال لو دي سطورت الويندوز. بس انا عشان خطر حل سريع يعني. عملت نسخة من الصغيرة عشان ما تخدش وقت في في النسخ. ونعمل بوت. نعمل تست للبوت ونشوف. دابل كليكك تست البوت اهو. اه اللي هي الكو سيف. هيحمل من الفلاشة عادي. وهيجيب لي القائمة الحمرة اللي انتو شايفينها قدامكم دي. تمام? وهيبدأ يحمل لحد ما يدخل لي على القائمة الحمرة اللي انتو شوف بتشوفها دايما بتاعة الهارد اللي انا ندفتها للهارد. تلات ملفات صغيرين زي العسل. فين انستول ويندوز سيفن اها هي دي اللي انا عملتها. تبقى اقول له انتر هيشغل الجست عشان انا كنت عامل نسخة من الجست وبالتالي هيشغلها هي بدل الصونت الويندوز سيفن. اما لو انت حطت الصونت ويندوز سيفن فعلا نسختها وحطتها هيحمل لك منها يا باشا وتبدأ تبدأ تحمل ويندوز. حط لي ويندوز حتاشر حط لي ويندوز تنة حط لي ويندوز سيفن بص الدنيا سهلة معاني ولا لا? هتشوف الكلام ده في فيديوهات تانية على اليوتيوب غير بقى لما حد يشوف الفيديو دوا ويروح يقلده بقى. ياخد المعلومة منه ويروح يقلدها ويروح يعمل زيها. صدقني والله خبرة طويلة اكتر من خمسة وعشرين سنة خبرة. بتجيب تشرح لك الامور بيكون بمنتهى السلاسة ومنتهى اليسر زي ما انت شايف. اي ايزو اقدر اشغله من على البود. تمام? وهتشتغل معك زي الفل زي ما انت شايف. تعديل في سطور الاوامل اخد نسخة منها وهم نسخة تحت وهم حطت رامل ايزو. بسمي طبعا الايزو مغير في السطور. موضوع ما اسهله. انت شايف صعوبة في الموضوع? ما ظنش ابدا ابدا يعني. شفت البود بتاعها هني سهل ازاي? تلات ملفات صغيرين. انا ان شاء الله في تحت الفيديو ده ان شاء الله. تلات ملفات الصغيرين اللي انا اخدتهم دول بتاع الوندوز. اهو. اللي هو الجي ار ال دي ار. تمام? والااااااااااااااااااااااااااااااا ايديوجراف اللي هي الخلفية الحمرة. تمام? واللست المينيو لست. المينيو لست. هاو. تمام? التلاتة دول. هاخد قبي. بقى مش هعمل قبي. انا هقول له اضغطهم لي على طول. سيند تو كامبرز دي فولر. عملهم له. خلاص. هاخد دي. هي دي. شايفين المينيو دي? المينيو ليست دي. انا هسميهم ايه? ده لو فكتوا جوهة تلات ملفات اللي بقول لكم عليها. ده هم اللي هم مسئولين عن البوت. دول المسئولين عن البوت. طيب مين اللي هيخليهم يبوتوا? او مين اللي هيخليهم يعملوا خاصية البوت? ملف البوت ايس. يبقى انت محتاج ملف رابع معهم اللي هو ده. اللي هيخليهم يحملوا. تمام? افك كده. وحط ملف البوت ايس معهم. ضيف ليهم? اه ضيف ليهم. بوت ايس لنك? لا مش عايز لنك. لاحظته? شفت الخلعة السينمائية اللي كان هيعملها فيها. اخد شورت قطة ما اخدش الملف الاصلي. هقول له دليت. تمام? اي متد لنك هم حطت شفت كده واقوم شادل شادل الملف. اقول له ايوة طبعا لان حد اغطت على شفت. وبرضو مسمعش الكلام عايز ينسخل لنك. شوفوا. فيش فيش اي مشاكل خلص في اللي اه? احنا الموضوع في قدينا. همسح ده تاني. اقول له شكرا. همسحوا وين الديليت? خلينا نعمل لها. ها اديليت اهو بنفسي. خلاص. هافك الضغط بتاع التلات ملفات. فين ايه التلات ملفات? وما اتمسحوا خلص ولا راحوا فين? 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 ما فيش مشاكل. انتو عرفتو الخلاصة يعني? خلاص الكلام يا اهو. الملفات ايه. افكهم تاني. اشدهم شد. تعلم بقى الاحتراف. والربع بتاعهم اهو. ده طبعا في السلة. تمام? ايه التلاتة دول? هضغطهم لك اوه. سندتود كمبرست فولر. كمبرست فولر. اها. قال لك البوت ايس? لا انا سميها بشا البوت فايلز. مش البوت ايس هسان. هو الملف اللي بيدي خاصية البوت للفلاشة اسمه البوت ايس. بس لا انا سسميها البوت. البوت فايلز. البوت فايلز. البوت فايلز ده انا هرفعه لكم ان شاء الله تحت الفيديو اللي انا بسجله الوقت ده. وبحيس ان انت تعمله وتعمل نفس الحركات والحاجات الحلوة دي. طبعا السيانة موجودة عندك طبعا. تقدر ان انت تنزلها طبعا من عند الفيديو بتاعي اللي هي اه تجديد تجديد اه بدء تشغيل الجهاز. الفيديو بتاع بتتدور عليه على القناة بتاعتي وهتلاقي هتلاقي تحتي السيانة بتاعتي. تقدر تشغلها. وقدرت تقدر تحط برضو السيانة وتعمل تعمل لها سطور. سطور خاصة بيها. جاي على دي. المينيو لست. اللي امتداء ده. بنفس السيانة بتاعتها حضط لك فيها كلها اللي هتحتاجها قدام. بس ده فيديو. ده فيديو كده يفتح النفس عشان خطر اقول لك ان ما اسهل خاصية البوت اللي انا بعملها. وشغل هاني هتلاقي شغلها عالي قوي. هيعجبك جدا. اه ده الجست. عملت انا نسخة اسمها لسه عملها من شوية قدامكم. فين لا ده ده انا اخدها جديدة. مش اخدها منها على الفلاشة. لسه اخدها من شوية منها من على الفلاشة. تمام? وستوانت الجستة برضو. وحطها لكم برضو في اللينك بتاعها بحسين تقدر تنزل استوانت الجستة وتقدر تنزل استوانت الصيانة وتحط بقى بس انت عرفت الخلاصة. اي استوانة عايز اعملها مسلا استوانت جستة مسلا. دي انا احنا طبعا ما لقناش البتاع اقول له انا عايزة مسلا هنعملها تاني هنا. تمام? خلنا نفتح الملفات تاني قبل ما نضغطها عشان خطر انا عملت لكم قدامك. جهزت قدامك ايه الملفات? تشغل انت على طول. تحط وتشغل. اه هتعمل ايه? هندور هنا على انزل تحت كده اللي هي الصنات. الويندوز ايكسي بي. ده اهو. والسيرجي. ويندوز سيفن ايج بي ايه? التست خمسمة تلاتة وعشرين تست حداشر. لأ. خلينا بص نعمل احنا جديد. زي ما قلت لك كده ناخد. وهاخد منها كافي. تمام? زي ما قلت لك كده. انا بعملها المرة تانية بحيس ان اتأكد المعلومة. وهو مطلع تاني بالسهم الفوق. عامل خطوط. الخطوط دي عشان تنظم للدنيا. فهم? ابص بص. في ناس تانية بتسيبها سلطة. لا انت رازم تنظم نفسك زي ما انا منظمت كده. تمام? هتسمي دي ايه? هتسميها الصنات ويندوز سيفن. ويندوز سيفن. وقبلها كلمة ايه? انستول بحيس ان نعرف ان دي اه تحميل الويندوز او انستول. او سيطب. اكتبها سيطب براحتك. انستول ويندوز سيفن. وهنا هتسمي الصنات الويندوز سيفن ايه? سميها اي حاجة. سميها والدابليو سيفن زي ما قلت لك كده. دابليو سيفن. هكتبها فين الدابليو سيفن تاني. ابص تحت كده. احنا قلنا هنلغي السطر ده. الغي يعني ايه? الغي عمله يعني ايه? او محطة هاش بس قدامه. هاش قابليه. علامة الهاش الياش بباك. واجه او حط الايزو فين هاي? دوت ايزو. دي امسحها واكتبها دابليو سيفن تاني. دابليو سيفن. بحيث ان انت ما ترمس توانت الويندوز سيفن في البوت بتاع الفلاشة تحمل عطول معاك وتبدأ تسطب الويندوز وتعيش حياتك. اه اسيف طبعا بعد ما خلصت اه كلامي اعمل سيف وانتر. خلاص. اه عرفتكم ازاي الدنيا سهلة وجميلة. اضغط لك كل ده. في فايل. سند تو. اه كمبرزد فايل. الكمبرزد فايل بقى قدامكم هو. ده هسميها البوت فايلز. اف اي ال اي اس. ومسح الباقي. كل ما دون زلك امسحه. وده البوت فايلز هو قدامك. ده هحمله لك ان شاء الله وهيبقى تحت الفيديو. هتحمله بمنتهى السهولة. ومع هاني مش هتلاقي افضل من شغل اللي بيشحوا لك هاني ده. في الدنيا. تمام? البوت فايل. الا بقى حد هايق. زي ما بيقولوا كده. هيسرق الفكرة. بس في جميع الاحوال ربنا شايف كل حاجة وعارف ومطلع. وعارف مين بالزبط اللي بيتكلم بصدق. وبشرح بصدق. وجاب المعلومة من خلال خبرته الشخصية. مش من خلال التقليد فيديوهات. ولا ولا الحمد لله. الحمد لله. تمام? اه المهم خلاص. شفتوا الموضوع سهل ازاي? اتمنى ان اه اللي تكون الفيديو عجبكم قوي قوي. فتح لكم افاق. وفتح لكم اه ابواب كترة قوي قوي قدفد معك. وكان ميفسك انك تنفذها. ان شاء الله بالافكار اللي انا بديها لك. وبعدك طبعا استوانت الصيانة اللي هي خلاصة عمري. خلاصة شقة عمري كله في الكمبيوتر. وخبراتي كلها حطتها في الاستوانة دي. تمام? في حماية الفلاشة وحماية الفوق هتلاقي فيها لسه لسه الدروس جاية كتير جدا جدا استوانت الصيانة دي. اعظم استوانت الصيانة هتمسكها في حياتك كلها. تمام? اه عن خبرة حقيقية. مش مجرد بس خبرة تقليد. تمام? خبرة حقيقية وخبرة عملية. اه ارجو لكم فيديو عاجبكم وتبسطتم منه. فااااااااااااا. اسيبكم الوقت في رعاية الله. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. نشوف كل الامكانيات بتاعة الاستوانة دي. وكل الامكانيات اللي عندي والعلم كله. ادهلكم ان شاء الله على طبع من الفضة كده بحيث انه اخليك قوي جدا. اخليك بروفيسور في الايه? في في الصيانة. ان شاء الله. بعون الله أشكركم الحسن سمعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته